اشتركوا في القناة مرحبا شلونكم لحتى تعمل شو ما بدك وتقول اللي بدك يا بتلزمك الحجة القدرة على الإقناع والأهم انك تكون على حق طب اذا ما عندك ولا واحدة من هدول شو بتساوي؟ فيك تستخدم الوقاحة كون وقح لحتى نعرف انك عديم الأخلاق وان لم تستحي فافعل ما شئت المرشد الأعلى أية الله علي خامناء اعتبر أن السعودية ستواجه انتقاما إلهيا لإعدامها النمر لا إلي أنا ليس مفاجئ فيما تنبأ الحرس الثوري بأن حكام السعودية سيواجهون تبعات الإعدام فنفوت عن موضوع بشكل متسلسل وهادئ تماما إيران اللي عم تحاضر بالشرف فينا نبلش من القصة من لما سلمت أمريكا العراق لإيران وعملة مسرحية المحاكمة لصدام حسين هاي محكمة مو مو فوضى هاي محكمة نعم محكمة نعم أنا أقول لك محكمة لو 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 مو محكمة ما تشنت ما ما تفضل تلك ساعة كلمة علينا عن والله لوح الأمريكان فلا تقدر لانك ولا أبوك يجيبني إلى مكان مثل هذا احترم نفسك احترم نفسك انت ومسرحية ورا مسرحية ورا مسرحية تدخل إيران بالشؤون الداخلية للدول العربية واللعب على الوتر الطائفي لبسط السيطرة والنفوز صار على المكشوف وبلش من مسرحية اعدام صدام وبلش معه خلط الوراق وتجنيد الناس ومثل ما عنا بسوريا صارت سوريا الأسد كمان الشيعة صارت إيران بس يا ترى مظبوط هالحكي وإذا كان مظبوط مين عم يساعد بدمج الهويتين مع بعض نحصل على دعم مالي ومادي من الجمهورية الإسلامية ونفتخر أما نحن حزب ولاية الفقه نحن سادة عند الولي الفقه وهدول عملاء للنظام الشيعي الإيراني تبع الخامين أي ولا عملاء لإيران لأنه المعنى بين الاثنين بيفرق كتير وهذا هو تماما اللي عم تلعب عليه إيران الخامين أي وهذا اللي غاب عن زهن إخواتنا العرب السنة والشيعة إلا من رحم ربي سقوط النظام السوري بدو يجبر حزب الله على حسابات دقيقة وعميقة يمكن تكون صحيحة نحن نشجع عليها هذا الله ما بدو يجري حساب وعضلته عضلته كبرت أكثر ما كبر عقله من النظام الإيراني لأن النظام الإيراني يا شيعة العراق يا شيعة لبنان يا شيعة سوريا واليمن إن النظام الإيراني يتخذكم جسرا ومعبرا وأدواتا ليتغلغل في الأمة ولا يحسب لكم حساب لا تتفاجأوا في كتير من هالشخصيات العقلة اللي بتعرف لشو عم بيخطط النظام الإيراني الشيعي ولوين بدو يوصل وطبعا في كتير لقليق عم تساعد وتمهد هاد مو لقلوق هاد كابتن لقلوق كل هالخبس الإيراني مشفوع بنياطة أسوأ فترة ولاية أميركية لدرجة بتخليك تحس أن أوباما مو رئيس الولايات المتحدة الأميركية أوباما هو الولي الفقه بذات نفسه يلعن روحه والله خلصنا من ولايته على قهون سبب المهم مع كلها الخبس والنياطة زادت الوقاحة واستمرت العاهرة تحاضر بالشرف الله يوفقك يا هيسم منها الله يوفقك عملتها عملتها ابني الله يرضى عليك في مجالك بديدك تساعدني الله يوفقك لك شبك لك ابني رح توع من طولة لك خاليش هيك واعف مش تقول شي حدا شابحك شبح شوفي لك هذا هيسم منعي يا خالتي هيسم منع الله لا يوفقه شبه أرعى عليلة تعويزة هاي الخمسة بالمية وما عاد فيني يتحرك من أرضي والله ما أطلع براتها يمكن تجيني تجلطأ أو احترق والله لك ابني هذا هيسم منع مو اللي مستأجرته إيران وروسيا وبيشتغل بالسياسة هيك شبه ايه هذا هو شبه شو شبه يعني قلبه صار يشتغل بالسحر لك ابني لك ايه وأكتر يا خالتي وأكتر عما لمهلك بني عما لمهلك لا مساتي تخيلي بين يومه ليلة كيف سيطر على ١٪٪ بالمية من أراضي siendo العدد لأ بعت إحداثياته ع الواتسة أبل ري بانكيمون الله وكيليك ١٪٪ بالمية لك ابني وما عاد فينا هنطلع مرة ثانية لقوا شو حصرنا هون وهو عبي تبرطع هنيق بالخمسة عشر بالمية الله لا يوفوه رو يا ابني رو يعني كل واحد قاله مسيطر على مساحب هالبلد بتسدوه لك لكان شلون يا خالدي لكان شوال مهلا لقوا وكمان بحزير شبعت مع الاحداثيات على الواتس اوب شبعة؟ جماعة اللي قمستو على الاراض مين؟ وقاللن لجماعة الامن لمجدس الامن عفوان ايه؟ معي عرب علماميين واكردوا اشوريين وبتعرفي انت بقى مجدس الامن روح لبقى الشغلاء بعرف والله على مهلس واس ما يكون فيه اسلاميين لا حوله ولا قوة الله بالله الله يكون بيعونك يا عبدي الله يكون بيعونك وين رايحة يا خالتي وين رايحة؟ تعالي ساعدنا شو فينا حد يبركيب يطلع لنا شي بيان يفك عمنا هاللعنة الخمسة بالمية ابني والله ما بعرفش بدي إلاك المشكلة أنا والله ما بعرف حدا وبيني وبينك الايام ما حدا قاله صاحب لك ابني وعلى مهلة رايحة اطبر طالي بالخمسة عشر من مية تبعها يسمنا شو؟ قلت لي علمانيين واشوريين ايه والله يا خالتي اصوير رايحة؟ اوه نحنا جربنا شغلات كتير خلينا نجرب شي جديد من باب التغيير علمانيين واشوريين يا خالتي وقف يا خالتي يا الله الله يوف لا يوف لا يوف لا يوف حرق السفارة السعودية ليش؟ لأن السعودية اعدمت مجموعة من المتهمين بقضايا ارهاب طيب ايران على شو اعترضت؟ لأن المعدوم هو شيعي ولا اعترضت على فعل الاعدام؟ وشو هو هدف الشجب والاعتراض؟ يمكن ايران بتشمأز من احكام الاعدام وبتعتبره منافل القوانين الانسانية وطبعا انتو بتعرفوا ان ايران دولة مواطنة وحقوق واحكام الاعدام خلصت من زمان من ايام الشاه الله يرحمه تتوقع منظمات حقوقية دولية ان تكون حالات الاعدام في ايران قد بلغت مع نهاية العام الفين وخمسة عشر اكثر من الف حالة اعدام واشارت التقارير الى ان ايران اعدمت خلال الشهور الستة الاولى من عام الفين وخمسة عشر اكثر من سبعمائة وثلاثة وخمسين شخصاً موضحة ان متوسط حالات الاعدام خلال هذه الفترة بلغ ثلاث حالات اعدام يومياً بحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية والتقارير والاحصاءات اللي خلت ايران تحوز على المركز التاني باعداد حالات الاعدام بالعالم هي كلها تقارير الدول المستكبرة والعميلة متل ما بتعرفوا يعني معقول هالوجه السبوح تزيد حالات الاعدام بفترة ولايته؟ معقول؟ كل هاد وترفع ايران عن احكام الاعدام وش مئزازة منه وسجلة لانضيف بهاد الحقل وعدم طائفيته لان احد المعدمين رجل دين شيعي كل هاد دفع الجماهير الغاضبة الى الشارع متل مسيرات بشار الاسد تماماً وحرقوا السفارة السعودية والاسباب منطقية كتير المهم الهدف والغاية لطهران من كل هالشيه مشان توهم الشيعة العرب انه هي مع الشيعة في كل مكان وزمان وانه هي سند قوي سند قوي للشيعة ضد حكوماتهم سند اقامة بس هي شو عم تعمل يا حزركون هي عم تحط الشيعة بكل بلد بموقف محرج للغاية وبدل ما يكون الشيعي اليمني يمني يتبع المذهب الشيعي بتخليه الشيعي يعايش باليمن وبيستنى الفرصة المناسبة ليجوا الملالي ويحرروا وهيك بيتكون الهلال الشيعي الموعود ونفس الشي باللبنان وسوريا والسعودية والكويت والبحرين واخواننا الحبابين الشيعة العرب ما عم يميزوا الاهلة بين المشروع الفارسي الايراني والمذهب الشيعي وكل ما صار شي حدث بتلاقي هالملالي دفشوا هالمسيرات عالشوارع المسيرات العفوية واخواننا وجيراننا الشيعة العرب ببلشوا يهوجوا ويموجوا يهوجوا ويموجوا ولو نحن بنعرف القصة هيك كنا كل يوم حرقنا سفارة ايرانية بكل بلد لانه جريمة النظام الفارسي الايراني بالاحواز مستمرة ولهلة بس القصة مو هيك ودعم الناس لنيل الحرية هو واجب على كل حر مو لتعميم المزاهب يا جماعة وثالوث نوري المالكي مانو القاعدة الزهبية لشيعة العالم العربي انت مانك مثله شيعي ثم عراقي ثم عربي انت عربي ثم وطني ثم شو ما بدك واحرار ايران رغم كل المجازر اللي عم تصير فيهم عم يغنوا للحرية إلنا وإلهم يعطيكم العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة